وفي افغانستان قتل اثنان وعشرون شخصا واجرح العشرات اثر سيول اشتاحت سهلا قرب العاصمة كابل بسبب تساقط الامطار الغزيرة على مدى ساعات واسفرت السيور عن مقتل ستة اطفال وجرف عشرات المنازل في المناطق المتضررة ومن جهة اخرى قتل ثلاثة جنود امريكيين في شرق افغانستان على يد مسلحين في اقليم بكتيا لقي اثنان وعشرون شخصا حتفهم في افغانستان اثر سيول اشتاحت سهلا قرب العاصمة كابل جراء تساقط الامطار الغزيرة على مدى ساعات وكان سهل شمالي الى الشمال من كابل الاكثر تضررا كما تضررت العديد من قنوات الري والابار والبساتين والحقول بفعل الحادثة وقال مسؤول شرطة كابل سيد اكرام الدين جلال ان السيول قتلت اثنين وعشرين شخصا من بينهم ستة اطفال وخلفت عددا من الجرحى كما جرفت اثني عشر منزلا مؤكدا ان الجهات المختصة قامت بارسال فرق انقاذ الى المنطقة بهدف ابعاد الخطر عن السكان يشار الى ان الامطار تهطل بغزارة على افغانستان في فصل الصيف وفي وقت سابق قتل اكثر من ستين شخصا في سيول شرقي العاصمة كابل من الشهر الجاري ومن جهة اخرى قتل ثلاثة جنود امريكيين في شرق افغانستان وقال مسؤولون امريكيون ان مسلحين قتلوا في اقليم بيكتيا الجنود الذين ينتمون لقوة المعاونة الامنية الدولية اساف التي يقودها حلف الشمال الاطلسي يذكر ان بيكتيا احد الاقاليم الواقع على الحدود مع باكستان وشهد بعضا من اسوأ المعارك خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة منذ اثني عشر عاما في افغانستان اشتركوا في القناة